عندما تفقد الأرض خصوبتها لا يفيدها المطر وكذلك عندما تفقد الساحة السياسية الأرضية الديمقراطية فلا تجد الانتخابات ولا تنفع العراق الفاقد لأي شرط ديمقراطي المسلوب لأي إرادة وطنية يبدل الوجوه ويغير الأشكال لكن لا تتبدل عقلية الحكم وطريقته التي أوصلت البلاد إلى الهاوية وكلما جاء رئيس حكومة يحاول التفنن بإجراء شكلي جديد ليوهم بتغيير يبقى في عالم الخيال والوهم رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي يعلن عن انتخابات مبكرة في شهر حزيران عام 2021 دون أن توفر أدنى شروط إنجاح هذه الانتخابات بدءا بحمايتها من التزوير وانتهاءا بوضع آلية تستطيع الإطاحة بالتركيبة الحزبية الفاسدة يقول موقع المونيتور الأمريكي إن حكومة الكاظم التزمت بتحديد موعد للانتخابات بدون ضمانات حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها وتوفير الدعم المالي الذي يكلف 300 مليون دولار وبينت أن قانون الانتخابات أكبر مشكلة في ظل حرص الأحزاب السياسية على وضع بنود تحفظ مكاسبها ونفوذها السياسي في الدورة المقبلة وكالة بلومبرغ الأمريكية تذهب أبعد من ذلك وتؤكد أن الانتخابات لن تنقذ الكاظمي ولن تمنحه التفويض الذي يريده في ظل الأزمات المتراكمة التي تعيشها البلاد الأهم من ذلك كله هو الرأي الشعبي الذي يعد الفيصل في تحديد شرعية أي حكومة أو منظومة حاكمة فإذا كانت نسبة المشاركين في انتخابات عام 2018 لم تتجاوز 20% فكم ستكون هذه النسبة في الانتخابات المقبلة في ظل تفاقم الأزمات وارتفاع مستوى الغضب الشعبي على العملية السياسية برمتها الشعب العراقي قام بثورته من أجل بناء نظام وطني يكنس الفساد من القاعدة السياسية وليس من أجل أن يضع أوراق الانتخاب في صناديق صنعها الفاسدون واحتكروها لأحزابهم